أول شيء ألف مبروك يعني إنجاز فلسطيني خلينا نحكي من طلاب يعني لسه ببداية حياتهم فإحنا استضفناكم قبل هالمرة وحكينا عن شركة كليين بالكو لما فازت بمشروع إنجاز على المستوى المحلي بفلسطين فحبين نرجع نذكر المشاهدين هيك إذا بتعطينا لمحة بسيطة عن المشروع تمام بالبداية شركة كليين بالكو هي شركة أسسات عن طريق مؤسسة إنجاز فلسطين للمسابقة فكرة مشروع شركتنا بتتمحور حاول إنه عادنا تدوير ربو الحجر والكوشوك لننتج منهم منتجات مفيدة للبيئة صحيح أنا بتذكر إنه كنتوا أنتوا تعنوا بموضوع الكوشوك وموضوع الحجر وهذا كمان بيأثر بموضوع البيئة إنه نخفف من التلوث البيئي وبموضوع من خلال موضوع إعادة التدوير طيب نحكي كيف انتقلتوا للمرحلة العربية يعني بعد ما فزتوا على المستوى المحلي انتقلتوا للمرحلة العربية طبعا حسن اللي بيفوز على مشتوى المحلي على مشتوى جمعات الوطن راح يتمثل ويتأهل يمثل فلسطين على مشتوى الوطن العربي وطبعا كانت فيه كثير منافسة قوية بيننا وبين الدول 13 دولة الثانية بس الفضل لله إنه قدرنا أن ننفوز ونأخذ المركز العرب طب بالنسبة للمحكمين كانوا من وين هل كانوا كلهم عرب؟ لا كان فيه عندنا محكمين من اتنين اجانب ومحكم عربي جميل يعني انتو بالنهاية رحتوا على قطر ولا كانت عبر الزوم بسبب ظروف الكورونا وحكي لنا كيف كانت يعني تفاصيل المسابقة ايهو احنا كنا كثير متمنين اننا نروح على قطر بس عشان وضع الكورونا للأسف الشديد صارت عبر تقنية الزوم وكانت ميحة نوعا ما يعني كيف كانت ألية المسابقة كنتوا تتعرض مثلا يوجهو لكم الأسئلة معينة عن مشروعكم ولا كنتوا بحاجة مثلا تعرضو لهم تصوير لها مثلا تطبيق معين لمشروعكم يعني سبقوا حكيتون لأنه طبقتوا جزء منه لا منتجاتنا وضعناها أمامناك طبعا فتحنا فيديو قدام اللجنة وصار يسألوا فينا أسئلة عن مدى فهمنا لمشروعنا وإحنا كنا نجاوبهم طبعا المنتجات اللي أنتجناها كانت قدامنا هم ما شايفينها طبعا دا عدد أعضاء شركة كليم بالكو كيف وزعتوا الأدوار ما بينكم بحيث أنه ما يصير فيه تضارب أثناء وجودكم بالمسابقة بالأول إحنا 14 طالب وطالبة من مختلف التخصصات والسنوات طبعا فيه لكل شخص عنده مهارات خاصة فيه بعد ما اخترنا فكرتنا وتمحورت فكرتنا حول ربو الحجر والكوشوك شفنا كل شخص وين يعني شو المهارات اللي بتناسب إنه يكون فيها في هيكلية الشركة وزبطنا هيكلية الشركة من المدير العام لستمدراء لمشرفين وكل شخص إلا وظيفة الخاصة في الشركة حلو كتير طيب هلأ بالنسبة للجائزة يعني إحنا دايما لما نسمع جائزة بنسمع جائزة مادية ممكن تكون هل كانت مادية أو معنوية؟ مادية ومعنوية مادية ومعنوية هل رح تدعمكم بمشروعكم؟ على أمل إنه إحنا كذين حاليا من ندور على مستثمرين الجائزة طب إيش ممكن تفيدكم؟ صراحة في الشوائز مادية وفيها أشياء في الشوائز مادية كانت هي فقط معنوية؟ ممكن يعني هي بس إنه كانت إشي معنويا لإنه إحنا بلاشنا نأسل شركتنا وإنطلاقا لشركتنا يعني هاي بالنسبة لنا أكبر جائزة ممكن تخليكم معروفين أكتر يعني وتعطيكم أو تساهم بنشر سمعة طيبة عن شركتكم بالسوق إيش الخطوة المقبلة؟ حاليا خطتنا كانت كل تركيزنا كان على المصابقة بعد ما نفوزنا في المصابقة حاليا تركيزنا رح يكون على إنتاج المنتجات حسب المواصفات والمقيسة الفلسطينية حتى ندخل بالسوق يعني هلأ أنتوا رح تبلشوا تشتغلوا على الأرض الواقع يبطل بس شغلكم افتراضي أنتوا لساتكم طلاب وما تخرجتوا صحيح؟ فيه جزء تخرجوا فيه جزء لسا طلاب منوعين بس أنت لساتك ما تخرج السيساء؟ كيف رح تأسمي وقتك لحتى تكوني دخلت سوق العمل وأنتي طالبة وبنفس الوقت ما تلتهي عن دروسك؟ هو فعليا أنا يعني بدرس هندسة مواد هندسة مواد فيه لها دور كبير أكيد اللي أنا قاعد بعمل فيه في المشروع اللي أنا فيه فيعني تقريبا كل دراسك رح تكون نفس المشروع اللي باشتغل فيه يعني أنت بتدرسي وبالطبق عملي بالضبط خلينا نحكي طب هيك تحكي لنا أمثلة من الاشياء الممكن تدرسيها وتتطبقيها عملي واللي ساعدتك أنك تتطبقي عمليا بالمشروع كلين بالكو؟ مثلا أنا باخد عن الطوب فحوص إنشاءات وما إنشاءات في هندسة المواد وفعليا الطوب إحنا قاعدين منصنع فيه في كلين بالكو حلو فأنت بتسقطي كل إشي بتتعلمي خبرة عملية كمان حلو إحنا بنحكي هون عن جزء جدا مهم ويمكن الطلاب بالضرورة إنهم ينتبهو له التدريب أو خلينا نحكي أن الطالب يتعرف على سوق العمل أثناء الدراسة قدش هدا ساعدك خلينا نحكي وقدش من الممكن يخلق لك فرص كتير بالمستقبل هس أنا كسماح ما عنديش أي خبرة سابقة في الإشي اللي أنا كنت فيه حاليا طبعا سمحت لي فرصة إني أكون مديرة إنتاج فصار عندي خبرة كثيرة في الأمور الإنتاج وإنتاج مثلا عندك بأمور التسويق والمالية كل شخص صار يبحث لحاله مثلا عن نت وعلى جوجل بشكل عام صار يعرف إنه إيش الأشياء اللي بديها إنه يعني أصدق إنه بصير الإنسان يعتمد على نفسه في البحث آه بالضبط يعني صار يعتمد على نفسه حتى يطور من نفسه في القسم الموجود مثلا أنا مديرة إنتاج بإمكاني أروح أبحث على نت يعني أشوف إيش التقارير اللي لازم تتسلم شو رحوصات اللي لازم أسويها يعني هي جميل يعني بالنهاية إنه الطالب لازم يعتمد على نفسه أثناء البحث ويطور مهاراته طب لما توجهتوا لسوق العمل كيف إبلوكم يعني كطلاب عندكم مشروع مش بسيط فكرته يعني نادرة جدا وإن شاء الله بتحصلوا على براءة اختراع فيها لحتى تكون مسجلة بإسمكم فكيف كان القبول من سوق العمل صراحة كان فيه إقبال كثير علينا والكل مبسوط على فكرتنا والكل بدينا الكل بديوها حلو يعني في مجال في مستثمرين بدهم يدعموا الفكرة في مستثمرين بس مش المبلغ المطلوب مش المبلغ المطلوب انت حاطين جميل يعني انت حاطين بقدرين المشروع بمبلغ ما و رح تقبلوا حسب ميجبك زي ما أحكيت لك إنه الهيكلية عندنا المدير المالي المدير المالي حاسب تكلفة المشروع حاسب كداش يعني تكلفة الكاملة للمشروع طب عمل هيك مشاريع أنتوا صحيح عملتوا مع مؤسسة إنجاز ولكن من الممكن يكون في طلاب ما في أي مؤسسة إنه تدعمهم ماليا بالموعد فقديها أهل قد مكلف إنه تعملوا هيك مشروع لحتى على الأقل تكونوا فاهمين إيشو بتعملوا أثناء تسويقكم لإله فقديش مكلف إنه نعمل هيك مشروع هو تقريبا إحنا مش مكلفة كثير بس إنه نبني مصنعنا على أرض الواقع مش رح حكون في أي تكلفة لأنه فعليا نربوا الحجر والكوشوك إحنا منجيبهن مجانية فراح يكون بس سعر التوصيل لمصنعنا بس خلص يعني بالنهاية أنه بتكون المواد هي مجانية فمن الممكن أنه هذا يختصر موضوع مواد الأولي طب هيك ما نحب نسمع منك نصيحة لكل الطلاب اللي ممكن إنهم يشاركوا إن شاء الله بالسنوات القادمة في مصابقة إنجاز والتي هي تستهدف الطلاب من المدارس أو حتى من الجامعات طبعا بحب أجهلهم نصيحة أي حدا عنده فكرة ما يترددش أبدا إنه يتجربها ويسويها على أرض الواقع أكيد ومشوار الألف ميل زي ما بنقول دايما يبدأ بخطوة فإذا بلشنا بالخطوة الأولى أكيد إحنا بنبلش على طريق النجاح إن شاء الله شكرا لكثير لإلك سماح ومبروك لإلكم في شركة أكليم باكم ومتمنى لكم كل التوفيق الله يبارك فيك يا ركو